ثالث سوق الأبرياء إلى حبل المشنقة في العراق ما زال يفتك بألاف الأشخاص بسبب فساد القضاء وغياب العدالة اشتباه بالاسم واعتراف تحت التعذيب أو وشاية من المخبر السري ثلاثة أسباب لتفاقم المأساة المجتمعية سبكة نيرج للصحافة الاستقصائية أكدت أن هذه العوامل الثلاثة هي الركائز الأساسية لقضاء العملية السياسية ولا سبيل للتخلص من هذه التهم المجحفة إلا بدفع آلاف الدولارات للمحققين أو المرتبطين بهم الكثير من المعتقلين لا سيما الذين اعتقلوا بوشاية كيدية لا أدلة ضدهم لكنهم يجبارون على دفع مبالغ كبيرة تتراوح ما بين 20 ألف إلى 50 ألف دولار ليدون المحقق أقوالا تصبوا بصالحهم وأما الذين لا يملكون هذه الأموال فإنهم سيرغمون تحت طائلة التعذيب على الاعتراف بجرائم لم يرتكبوها كالانتماء لداعش وجرائم القتل والتفجير وغيرها شبكة نيرج اعتمدت على شهادات حية وقصص واقعية رواها ذو المعتقلين وشرحوا فيها مقدار الظلم الذي تعرضوا له عمليات الابتزازة التي مورست عليهم ولسيما فيما يخص المعتقلين من المناطق التي شهدت عمليات عسكرية وتنقل الشبكة عن مصادر رسمية أن أعداد المعتقلين ظلما بوشاية المخبر السري والاشتباه بالإسم تجاوزت 76 ألفا حتى عام 2022 في حين هناك 60 ألف معتقل في سجون لا تتجاوز قدرتها الاستعابية 25 ألفا تتفق المصادر الأمنية أن قسم التحقيق تحول إلى تجارة تدر مبالغ كبيرة على بعض المحققين حيث إن بعض منتسبي وضباط الدفاع والداخلية يدفعون مبالغ كبيرة من أجل نقلهم إلى قسم التحقيق فمنصب أدنى في تلك الأقسام قد يباع بمبلغ 250 ألف دولار وهو مبلغ يمكن أن يجمع من خلاله 10 ملفات تحقيق مع معتقلين بتهمة الإرهاب فساد القضاء ليس إلا نتاجا لحالة سياسية قامت بالأساس على فكرة التدمير الممنهج للمجتمع العراقي